السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم اسمحوا لي هذه المرة لعلي لن أتكلم لغة العربية بشكل مكثف لأن المسألة سأناقشها هي مسألة لعلها خاصة في بلدي ولذا اللهجة العامية هي ستكون أغلب ما سأستخدمه بإذن الله رحظة أنا ما يعني أسأتي للمشايخ أنا قاعد أنتقدهم نقد في كلامهم لا في أشخاصهم بصفاتهم لا في أشخاصهم فالآن سنرح نشوف شنه ردو تلامذتهم هل ستكون بذات الأدب أم لا عبدالله الأسمراني يقول أبي الرد يكون بأدب وهو واقع في عدة مشاكل بهذه الكلمة فهو يحصر الأدب على فهمه الخاص ثانيا هو يقدس الحرية الموجودة في بلده بريطانيا والحرية اللي تقدسها في بريطانيا هي اللي خلت غيرك لها الحق أن يسب ويقذف ويطعن في الآخرين بدون أن يحاسب نهائيا ولذلك تتشوفه اليوم بشكل عام بالذات في المواضيع السياسية الطرف الأول يسب ويسفل ويلعن الطرف الثاني بدون أي حساب هذه حريةك الكل يوم قاعد تبوز فيها الكوب ومستانس عليها فلما تصير عليك الدق الشرف اذقل شوي والمشكلة أنه يعتبر الحرية عبارة عن فقط حسن الأسلوب يعني ماك مشكلة تشذب على الطرف الثاني ماك مشكلة تسيء للطرف الثاني حتى لو ما عندك معلومات صحيحة أهم شيء أسلوبك حلو هذه ما في أي مشكلة يعتبر هذا أدب ولا شك أن هذا قمة في الوقاحة وقلة الأدب فأنا شاستفيد من أسلوبك إزاي إذا كان الكلام اللي يطلع منك وقح القذر فما رح يستفيد بشيء شاستفيد من أسلوبك إذا كلامك فيه تشذ ودجل ما رح يستفيد شيء أهلا بساحة الإرادة ليش؟ أهلا بساحة الإرادة لأن في النهاية إحنا شفنا أن السلطة لا تحترم إرادة الأمة ناس قويتين وطنين يحبون هذه الديرة بيقولون أننا نرفض الاعتصامات المظاهرات ومنهم أدوات لهذه السلطة تدفع بهذا التوجه حماية للحكم قال في البداية أن هناك من يؤيد المظاهرات وهناك من لا يؤيدها ثم قال لا يلزم أن من لا يؤيدها أن يكون من عملاء السلطة لكن قد يكون منهم أيضا من عملاء السلطة لكن الحبيب في نفس الوقت ما ذكر أن من المتظاهرين من قد يكون أيضا من عملاء السلطة عشان شذي فيه اعتراف ضمني من المعارضة نفسها لما سوت حركة الباركود لأنها ما تثق في كل المعارضين اللي معاها تدري أن فيه معارضين يدعون المعارضة وهم تشذب بشذب الواقع مو حقيقي ولذلك حتى بعد التصويت اللي صار صار هناك تشكيك في كثير من المعارضين الموجودين وقالوا وهذا شذاب وهذا نصاب وهذا يدعي المعارضة فليش الأسمراني صار انتقائي وقال أن هناك من يكون من عملاء السلطة ممن يرفض التظاهر وما ذكر أن هناك من المتظاهرين أيضا من قد يكون من عملاء السلطة مرزوق الغانم في الانتخابات يوم فاز شالوها على الأكتاف ولا قالوا لأن أنت مخالف للإشتراطات الصحية بينما رئيس مجلس الأمة الشرعي أحمد السعدون يوم سوى الندوة وتكلم فيها بإذن من وزارة الداخلية على طول يو حاسبوه والذوه للنيابة وقالوا لأنت خالفت للإشتراطات الصحية وهني الأسمراني ذكر بعض الانتقائية في تطبيق القانون فيطبق على فلان ويترك فلان هذا الكلام صحيح وما عندنا مشكلة في موضوع الانتقائية ونعلم أن هناك فساد ونعلم أن هناك أخطاء كثيرة فلا تدخلنا في موضوع ثاني نحن موضوعنا وجود الفساد نحن موضوعنا كيف نحارب هذا الفساد وكيف نحل هذا الفساد هذا هو موضوعنا فمحاولتك خلط المسألتين هي تذكرني بمغالطة استدرار العاطفة فأنت تحاول تستدر وتثير المتلقي وتحط موضوع الفساد أمامه على شأن تخليه ينصاع لك في قرارك اللي تتبيه في موضوع المظاهرات لكن لو جيت مباشرة في الموضوع الأساسي مباشرة دون إدخال أي فرعيات ما لها لاقة في الموضوع ممكن ينيلة يتخل قرارة طريقة صحيحة فنبطل هذه الحركات لنأرجع وأقول لك مو موضوعي معاك هل في فساد أو ما في فساد الموضوع الآن هل المظاهرات طريقة صحيحة للقضاء على الفساد أم لا الآن نرى البرونزي ما شاء الله عليه حريص جدا على موضوع القانون وهم القانون وايد وليش يطبق على ناس وما يطبق على آخرين وراح نشوف بعد شوية من كلامه أهوة لما يصير موضوع هو يبيه وموضوع عاجبة ويخالف القانون ما عنده أي مشكلة فيه بل ويطالب فيه بل ويشرعن هذا الفعل عشان نعرف أنه عنده ازدواجية كبيرة جدا احنا قاعدين نوصل رسالة إلى الحكم لأن ما نبي صباح الخالد اللي أنت جبرته علينا شوفوا شون صار يتلاعب بالقوانين اللي حين صارت ما تعجبه قبل شوي مستذبح على القوانين الحين صار موضوع قوانين معاجبة صار يقول أن صباح الخالد مفروض علينا ما في شيء ما مفروض علينا قانون لكويتي يقول لك صباح الخالد أو أي رئيس وزراء أنت ما لك علاقة فيه ولا تختاره ولا لك أي رأي فيه هذا هو القانون إذا ما عاجب القانون قم قدم طلب رسمي أو سو قانون رسمي بتغييرك بطريقة رسمية عشان شذي أنت ما رح تقدر تيب أي مخالف للقانون بإعادة تنصيب صباح الخالد مرة ثانية غير مغالطة استدرار العاطفة ما عندك وبنشوفها الحين رح تصير أكثر الحلقة السلطة ما احترمت الشعب يوم انتخبت النواب وبعد ذلك 28 نائب قال بحنا نبي بدل لحميدي يت السلطة وصوتت لمرزوق الغانم ما احترمت إرادة الأمة يقول أن وجود مرزوق الغانم غير صحيح مع أن قانونا مرزوق الغانم وجوده صحيح وما حد يقدر ينكر ذلك ولذلك اليوم كل المعترضين من النواب اعتراضهم عاطفي وليس قانوني وكلامك أن وجوده مفروض على اختيار الشعب هذا كلام ما لأي قيمة قانونيا لأن القانون يقول لك مثل ما أنه النواب يصوتون الوزراء يصوتون ودامك ما أخذت أغلبية الأصوات إذن ما لك حق في المقعد وهذه بديهيات بالتصويت مو أنت بستردح القانون قبله شوي يلا هذا قانون المفروض ترضى بالقانون سواء كان لك أو عليك فالبرونزي لما يصير القانون عليه يستخدم مسلوب العاطفة لما يصير قانون له يقوم يهييج الناس مرثالي بالعاطفة يقول لك شون خالف القوانين وهو أول من يخالف القوانين معهم ترى ماك فرق ترى أنك عتمشي على نفس الطريج لكن أنت عاول تخدم أجندتك والحكومة تخدم أجندتها بالنهاية فأنت عتسوي نفس الحركة ماكو أي فرق وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر وطبعا هذه الكلمة كفر قوله إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر فمقدر الأقدر هو الله سبحانه وتعالى فلما تقول لله سبحانه وتعالى لابد أنك تستجيب لي هذا كلام فاضي ما يقال أنت اليوم تقولها حقبوك هالكلام هذا ما تقولها حقبوك وتستحي تقولها حقبوك فكيف تقولها لله سبحانه وتعالى طبعا أنا أرجع أقول الكلام كفر مو أنت كافر الكلام كفر وفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل بل حتى الواقع يكذب هذه القاعدة ولذا اليوم المعارضة صار لها كم كثبت سنين تسع سنين الطالب برجوع اللي هاجروا منها وين هم وين هم قدر ما حد استجاب ولا حد رجع وسويت كل شيء ولا صار شيء فلا تبعب على الناس بكلام العاطفي هذا لأسف شوفوا ما زال يستدر العاطفي في كلامه إلى الآن ما في أي كلام منطقي يقوي موضوع المظاهرات إما نكون لنبي ولا عسانة ما نكون إما نكون لنبي ولا عسانة ما نكون حل بالعاطفة أكثر وأكثر يعني هو يقول إما نكون لنبي سؤال هل صرتوا لتابون ما صرته لتبون هل عساكم ما تكونون لا بل صرته فهذه الكلمة التي انقالت في المظاهرات القديمة وبعثها ما صار صار عزوف كامل ومقاطعة كاملة للانتخابات بل اتهمه وكل واحد ينزل الانتخابات على انه خاين او انه من تبع الحكومة او انه من عملاء الحكومة وكل واحد ينزل فهو يزيد الفساد وكل واحد ينزل فهو موزين وصارت توزيع اتهامات وصكوك الوطنية وصكوك الايمان على كيف كيفك بل هذه الصورة اللي وراي انتشرت بشكل كبير ان اللي قاطع حسنات واللي ما يقاطع عنده سيئات الى هذه المرحلة صار وعيزنا واحنا نقول ما احنا مع الحكومة بس غلط انك تقاطع اذا قاطعت اهل الفساد راح تمركزوان في المجلس راح يزيدون يلعبون مثل ما يبون وانتوا ما اكوا فايدة محنجين وسبحان الله مرت سنين من التخوين ومن السب لكل واحد كان يقول لكم نزلوا ونزلت المعارضة مرة ثانية واسحكت كلمتها اللي قالت ولا عسانا ما نكون وخلوها لا راح نكون مرة ثانية ورجعوا كلهم حتى اكثر واحد كان يميبس راسه عبيد الوسمي ورجع مرة ثانية اللي هو اكثر واحد كان يميبس راسه ورجع مرة ثانية ماك فايدة بل في انتخابات عبيد الوسمي لما شيخ فلاح بن جامع قال للعوازم لا تصوتون اطلعوا المعارضة نفسهم يقولوا يا جماعة صوتوا لا تخلون المفسدين وليفوزون خلوا عبيد هو اللي يفوز يا جماعة صوتوا وليموصل الرسالة صاروا يقولون نفس كلام لكننا نقوله قبل اليوم سبحان الله انعكست الآية صاروا أهم يقولون يا جماعة تعالى صوتوا اذا ما صوتوا المفسدين راح تبركزون فسبحان الله اللي كانوا يسبوننا عليه ويخونوننا عليه صاروا اليوم أهم يطبقونه بل صاروا دعاة له قالت لي ثلاثة كويتين ثلاثة كويتين يو اسألوا قالولي يا شيخ ما حكم المظاهرات والعقصامات في ساحة الإرادة قالوا لا يجوز ثلاثة كويتين سألوك أعطيتهم فتوى مكتوبة شيء ما يدسين مولانا طيب أنا بيبلك ثلاثة مليون سعودي راح يسألونك هذا السؤال شيخ ما حكم الحفلات الماجنة الحفلات الغنائية الحفلات الراقصة التي تقام من قبل هيئة الترفيه ما تقدر تجاوب لك تدري تدري شو راح سير فيك من شارة تحليل جثتك كنت الموضوع مولانا الآن بدأ يناقش موضوع أسباب رفض المظاهرات وأن رأيهم خطأ وبدأ بالأسباب الشرعية وهنا راح نبين كذب لبرونزي مع الأسف كيف يكذب بطريقة متكررة جدا بل ويمارس مغالطات طفل ما يقع فيها فأولا قال أن الشيخ الفوزان حرم المظاهرات في الكويت طيب شو المشكلة؟ قال هل يقدر الشيخ الفوزان أن يقول مثلا الأغاني حرام في بلده أو الأفعال اللي تصير غلط في بلده سواء كان الجواب نعم أو لا وين التناقض في الموضوع التناقض يكون لما يكون له فتوى وفتوى ثانية لنفس العلة لكن متقابلتين عكس بعض يعني مثلا يروح بالكويت يقول المظاهرات حرام يروح بالسعودية يقول المظاهرات حلال فهنا تقول هذا التناقض لكن سكت خوفا على نفسه عن بعض الفتاوى اللي أنت باعترافك إنه هو يحرمها أنت نفسك تقول هو يحرمها ويعني يا البرونز اللي ترد على نفسك أنت تقول هو ما تناقض هو يحرمها فعلا لكن عاجز عن الإجابة طبعا هذا على الدعائك أنت لو بتمشي على الدعائك طيب أين التناقض يعني وين المشكلة لما نكون أنا اليوم أقدر أتكلم هنا وبجهة ثانية ما أقدر أتكلم لكن بالحال تلا عندي نفس الراي وين التناقض في الموضوع ما في أي تناقض فالسؤال لأشحاطها ما تدري لأشحاطها وهذه ما تسمى بمغالطة القياس تجيب لي مسألتين وتقيسهم على بعض وفي شرط من شروط القياس أو ركن من ركاق القياس مو من الطابق وهو ركن العلة فالشيخ الفوزان أفتب لكويت لأنه هو قادر ما أفتب السعودية على كلامك على كلامك أنت لأنه عاجز مو لأنه مغير راية لأنه عاجز فوين التناقض في الموضوع وين اللي يغير الفتوى في الموضوع ما أقدر ومع هذا يا البرونزي تعالى راوك أنك تشذاب ونصاب وما تستحي نهائيا هذه فتوى للشيخ الفوزان واحد من الفتاواه سؤل قبل سنة أو سنتين تقريبا سؤل اسمع هذا السؤال قال أوله هل يقدر روح للحفلات اللي قاعد تصير بالجنادرية مثلا فقال بكل وضوح وصراحة لا والله لا يجوز تذهبي لهناك واسمع واخرم إذنك عدل هل يجوز الزخاب مع العائلة إلى المحواجانات بكل جنادرية لا والله لا والله لا يجوز أن تذهب العوائل إلى هذه هذه الاحتفالات وهذه المنتديات لأنها تمتل بالآثام اختلاط ومنكرات فالإنسان في عافية فيبقى في بيته ويحمد الله على ذلك هل راح يعتذر البرونزي على الشذب اللي قاعد يسوي هذا ترى مو أول مرة فكرة تشذب لو نبي نطلع ترى ترى شذبه في مقاطع اللي طافت والله ما نخلص بس ما يستح نهائيا هل راح يعتذر ما راح يعتذر وارجع أقول لكم لو افترضت إن الشيخ الفوزان ما أفت هذه الفتوى عجزا لا تغيرا لرأيه ما راح يتغير ما راح يتغير شي ما راح يتغير شي لأنه عاجز عن الإجابة مو لأنه مغير راية بقول لك عارفين هذه فتوتيك لكن أبيك تخصصها في هيئة الترفيه لأنك أنت ما قلت أن المظاهرات والاعتصامات حرام بشكل عام أنت أتيت وخصصت في ساحة الإرادة النصاب البرونزي مرة أخرى ما قال قال أن الشيخ الفوزان فقط أفت في حرمة المظاهرات في الكويت فقط يقول ما أفت بشكل عام هذا واضح أنه نايم أو سكران اسمح لي يا عبدالله الموضوع لا تقول لي أدب ما أدب لأن أنت وقح جدا فأنا لو بحس النظام فيك أد سكران أو أو الكلام قاعد يكتب لك وتبعد أن تشتسالفة أنت داش بالطوفة ترك أنت داش بالطوفة معنا الكلمة فضل هذه فتوة للشيخ الفوزان من عشرات الفتاوى في تحريم المظاهرات على الإطلاق مو بس بالكويت الضرر لا يجال بالضرر إلا حدث حارقة في أضار أو منكر فليس الحل في أن لا تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريق هذا ليس حلا هذا زياد الشم يو بعد ذلك أسأله قالوا لأ مولانا ماذا عن القتال في سوريا يجوز ولا ما يجوز الحاكم هناك عندهم بشار الأسد يجوز ولا ما يجوز قال هذا كافر ويجب قتاله هذا الأسد أو بشار وغيره هذا حاكم كافر وهذا يجب الخروج عليه ويجب عزله ولكن يجب إعداد العدة ولكن يجب إعداد العدة وقلنا أن الآن لا ينبغي لأهل سوريا أن يتراجعوا الآن لأن التراجع الآن ليس في مصلحتهم بل مضر بهم لأنه سيتفرغ لقتلهم والاعتداء على عراضهم وغير ذلك من الأمور التي لا يتقلها فيها بعد عشر سنوات نعلم ماذا خلفت الثورة السورية من مئات الآلاف من الضحايا والملايين من السوريين المشردين اللي منهم هاجروا والجأوا ولي منهم اغرقوا بالبحر ولي منهم أن تدمرت بيوتهم مديرتهم وإلى يومنا هذا لم توحد وهذا نفس الشيخ يقول لك عن الاعتصامات والمظاهرات اللي في داخل الديرة اللي بإذن وعلم الحاكم يقول لك بأن هذا الأمر لا يجوز لأنها مفسدة طيب أي المفسدتين أعظم يا مولانا الآن يعترض على كلام من الشيخ عثمان ليش يحرم المظاهرات التشذب الثالث على الشيخ عثمان يقول كيف هو الآن يقول أن المظاهرات في الكويت تسبب فساد وما منع المظاهرات في سوريا بل قال يجب أن تكون هناك مظاهرات في سوريا إن الشيخ بالصريح العبارة قال إذا أعددنا العدة لكن وضع شرطا وهو وجوب إعداد العدة أولا وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط هذه بديهيات إذا راح الشرط راح المشروط لو تسلط على المسلمين حاكم كافر وحكمهم فإن هذا لا يجوز تركه يحكم المسلمين لأن الله تبارك وتعالى يقول ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأي سبيل أعظم من أن يكون حاكما لهم ولكن أيضا هذا الذي هو الكافر لا يجوز يعني عزله بمفسد أعظم من عزله يعني نأتي بمفسد أعظم لكي نعزله فتذهب دماء ويموت أناس لأجل عزل هذا الحاكم الكافر بل لا بد أن يكون عزله بأقل يعني المفاسد يعني ما تقع مفسد أعظم من بقائه ولأن أهل سوريا قد خرجوا وانتهى الموضوع قال ما نقدر نردهم مرة ثانية يعني لو بيدنا نردهم نردهم لكن إذا رديناهم فراح تحوشهم مفسدة أكثر من مفسدة خروجهم لأن بشار مجرم وسفاك فيذا شافهم تراجعوا راح يدمرهم واحد واحد راح يعدمهم واحد واحد راح يقتلهم واحد واحد فلذلك بعد أن خرجوا هم خرجوا من غير كلام الشيخ عثمان الشيخ عثمان بعمره ما قال اخرجوا على بشار الآن بحياته ما قالها هذا الكلام قاله بعد أن خرجوا لوحدهم فقال خلاص دام الموضوع صار صار اليوم احنا بين أمرين يا يرجعون مرة ثانية أو يكملون سؤال إذا رجعوا راح تستدب الأمور يصبح موضوع تمام الجواب لا إذا رجعوا مرة ثانية راح يدمرهم يقضي عليهم بالكامل لكن الشذاب شنو قال قال أن الشيخ قال يجب الآن أن تخرج عليه وأن تستمر ما ذكر كلام الشيخ لما قال بشرط إعداد العدة وطالما أنهم خرجوا وانتهوا الآن فالآن ما عندك حل لأنك تكمل لأن إذا رجعت فرح تكون لنفسك أعظم وأكثر سبحان الله حاول ألزام الشيخ بهذه النقطة ورح تنقلب عليه فيقول يلا الآن بعد أكثر من عشر سنين نشوف ما خلفت هذه الثورة السورية على بشار من قتلى وجرحة وانتهاكات واقتصابات وتدمير إلى يومنا هذا سبحان الله الحين صارت الثورة عنده شيء خطأ الحين صارت الثورة بالنسبة له تخلف أشياء سيئة مو زينة تسبب مشاكل تسبب قتل الحين لحظة بعد شوية رح يقول لا بالعكس الثورات ما فيها مشكلة الثورات ناجحة بعد شوية رح يقولها لكن لما يريد الثورة الآن يقلبها على الشيخ أثمان قال شوف شون ثورات شون خلفت ما عندنا الشيخ بنفسك كان يقول ما نقول بالثورة لأنه ما عندك قدرة ما عندنا كافر وشرعا الكافر لا يجوز أن يحكم مسلم حتى الكافر إذا ما عندك قدرة ما تخرج عليه وهذا كلام المسلمين وكلام أهل السنة ومعروف وهذا كلام الشيخ فلذلك الآن سبحان الله لما صار يبي يقلبها على الشيخ أثمان صارت الثورة بالنسبة له كخة صارت الثورة شيء سيئ بالنسبة له صارت الثورة مو حلوة الآن فجأة لكن بعد شوية لما يبي عزز الثورة رح يقول لك شوف ما صارني شوف ما انتصره وما عنده أي مشكلة وراح يبين أيضا كذبة في هذه المسائل الآن سألاتي إلى شبه ثانية أيضا يتم تدولها وهي بأن الاعتصامات والمظاهرات احنا ما نأيدها ليش ما نأيدها لأن نحنا لا نريد أن نكون مثل سوريا لا يا كتير طالي سوريا تدري ليش من يبطالي سوريا تشوف نفسه قاعد يستسدل في فتاوى عثمان الخميس الذي يقول بأن المظاهرات حرم لأن مثل فتاوى عثمان الخميس هي التي أدت إلى ما أدت عليه اليوم في سوريا من دمار وتخريب شوفوا الآن حط لخط سد لأنني عارفنا الآن وقع بتناقض قال لا تقولوا لي ترى إذا طلعنا مظاهرات ستحصلنا في سوريا مؤنت قبله شوية تقول شوف شون أدت الثورة في سوريا فشي الفرق بيننا وبينهم يقول اللي صار في سوريا بسبب فتاوى الشيخ عثمان فبفترض الآن وبتنزل معاك إن الشيخ هو اللي قال لهم نزلوا يصير دمار وإذا انتقتلوهم نزلوا يصير نعيم وجنة يعني انتقائية وازدواجية مو طبيعية في هذا الإنسان فيبي يرقع الموضوع مو عارف يبي يطلع منه لأنه عارف ناس رح تسألة مرة ثانية تقول لها زي طيب إذا تقعد تقول سوريا شي صار فيها شحك يترجع وتقول لنا طلعوا مرة ثانية فقال لا أنا ما لشغل فيها هلش عثمان هو اللي قال طلعوا مو أنا مو شو الفرق مو نفس كلامك الحين هو يوافق رايك في هذه النقطة اللي انت كذبت عليه فيها يوافق رايك في هذه النقطة لكن سبحان الله لعب ما بعده لعب غير سوريا قالك لا نريد أن نكون مثل مصر مصر الشعب المصري ثار ضد حسن مبارك سووا انتخابات نجاح محمد مرسي اللي صار بأن ربعنا في السعودية والإمارات هم من مولوا الثورات المضادلة لإسقاط محمد مرسي لأنه من الأخوان المسلمين وهذه ما تسمى بمغارطة القناص يختار الأمور اللي له ويترك الأمور اللي عليه قبل شوي لما تكلم عن ثورة سوريا أول شي قام قتل وجرحة وشوي يبتي وسوي عزة الحين لما تكلم عن ثورة مصر ما تتكلم عن القتلة ما تتكلم عن الجرحة ما تتكلم عن الناس اللي تأذت ما تتكلم عن الناس اللي راحت فيها ما تتكلم عنهم نهائيا تتكلم فقط عن النتيجة النهائية قفز قفز مباشرة عشان تعرفون أنه يختار اللي يبيه ويترك اللي ما يبيه وبعدها لما قلنا له أن اللي اختاره راح منهم قال لأ صارت دخلات خارجية وهذه حركة هروب أنت لما تقول لي أن الثورة حل أنت كلامك هذا الثورة حل مو هذا كلامك المظاهرات حل فلما تقول لي كلمة حل شين يعني كلمة حل حل يعني المفروض تكون أقوى من كل المعارضة اللي أمامها أقوى من كل شيء أمامها فما يصير تقول لي حل بأن تقول لي والله هي ما نجحت لأن في غيري تدخل وخربها إذن هي مو حل فلو كانت حل ما يقدر غيرك يخربها الشيء اللي اسمه حل المفروض ما يخترب فأنت الآن قاعد تجمع النقيضين وتقول هي حل وتقول بنفس الوقت غير يخربها طالما أن حلك ما يقدر يسمل طالما أن حلك ما يقدر يستمر إذن هذا مو حل الحل يكون مستمر أما حل بساعة بساعتين بسنة وتفركش على طول إذن هذه لعبة بالعكس أنا أقول لي منعوبة عليك أنت يعطونك على جوك سنة سنتين بعدين يقلبون عليك الدنيا فلا تفرك على الناس خليك واقعي شفتوا كلامه هذا هو أكبر دليل على سوء المظاهرات لأن المظاهرات عبارة عن حركة فوضوية بالنهاية ما الهراس الناس طالعوا تصرخ وتصرخ وتصرخ وتدريش السالفة ولا لها تنظيم وسهل جدا جدا اختراقها وسهل جدا جدا كسرها سهل جدا سهل جدا أنا اليوم أحط لك ناس أسميهم معارضة وهم غير معارضة في الواقع بل هم تبع الطرف الثاني سهل جدا اليوم أزرع معاك ناس أخليهم يخربون هذه المظاهرات وزيدون الفوضى وتلقي الناس الأصلية مقصدة تسوي هذا الشيء لكن في النهاية كلهم محسوبين على بعض وما تريد تقول أنا مو محسوب على هذا مو بكيفك لأن أنت لو تسوي شيء لازم تكون ضامن كل تبعاته ما يصير تسوي شيء وتقول لي بس أنا مالأي لها قبل قاسر لناك لا مو عليك ولا كيفك أنت سوت المظاهرات فالسؤال اليوم هل تقدر تتحمل تبعات المظاهرات؟ ما تقدر تتحملها ما فيها أي حماية سهل جدا اختراقها سهل جدا تدميرها سهل جدا التلاعب فيها فلذلك اليوم بعد ما يتلاعبون في المظاهرات ويدمرونها راح يطلع لك مرة ثانية هالبرونزي وربعة خربوها علينا هش يسوي بعد يلا ما علي والناس تروح فيها واللي ينسجن بعدها واللي يتشرج ويطلع برا والناس تروح وضايفها والناس تروح ممكن أرواحها وهم لا خير يقول لك يلا ما علي احنا مو بكيفنا احنا سوينا وهم خربوا علينا فكأنه هو يصور حق الناس أن المظاهرات عبارة عن حياة وردية اطلع مظاهرات ومضعينك وبس كل شيء صار بعدها يلعبون على العاطفة مع الأسف لما انتو قول لي ليبيا باقول لك حفترش قاعد يسوي طلع اطلع عن المظاهرات بس شوف حفترش سوي دائما يفترض أن المظاهرات عبارة عن حديقة حديقة خضرة اطلع مظاهرات وخاصة قاعد حط رجل على رجل لا تتحرك ماكو مشكلة خلص الموضوع وإذا صارت مشكلة احنا ما نشغل بعدها هو تدخل هم اعطوا اشتبني نسوي مو يا حبيبي هي المظاهرات الطريقة هذه فإذا تمنت قدها لا تسويها وذلك عايزنا وإحنا نقول أن المظاهرات عبارة عن فوضى حتى ولو كانت تجلب بعض الخير فالشر اللي فيها أكثر لسهولة اختراقها ولوهن جذورها ولضعفها لذلك سهل تخريبها سهل دس أي أحد فيها سهل التلاعب فيها سهل توجيهها أين أنت من الثورة التونسية؟ شوفها اليوم ثورة ناجحة يضرب فيها المثال شعب تونسي شعب راقي نجع أقول لكم صدقوني هو يا شارب شي يا مكتوب للكلام هذا الثورة التونسية عقوبا انتهت وخذاها حزب الإخوان على طول على طول بعدها مباشرة تم انتخاب نائب الرئيس المعزول وهو كان على نفس منهجة وكان على نفس خطاء لاحظوا قبل شوية عبدالله الصالح كان معترض شي يقول لبرونزي؟ يقول راح عقوبا راح ناصر المحمد حطونا جابر المبارك اللي هو نفسه يعني ما استفدنا شي تونس صار فيها نفس الشي تونس راح الرئيس الأول وجاكم النائب مالا فيقول هذا نجاح وان نجاح في الموضوع ما أنا فاهم مراح الرئيس وياك النائب تستهبل على منه وان نجاح في الموضوع بل صار النائب اليوم محمي نائب الرئيس السابق الفاسد اللي قتلوا وأساء للناس وظلمهم النائب مالا استلم الحكوم حاط رجل على رجل ما عنده أي مشكلة ومرتاح إذن في الشرع والمنطق الأمور لا تقاس بالحسنات فقط إنما تقاس بمجموع الحسنات والسيئات لأي أمر فإذا غلبت السيئات الحسنات لا شك أن هذا الفعل يترك ولا يقام به هذه بديهيات عقلية بل هي من أسس الشرع كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس شير قال بعدها وإثمهما أكبر من نفعهما فلأن الإثم أكبر من النفع مع وجود النفع فصار الأمر محرم معنا فيه منافع حتى لو فيه منافع الخمر والميسر حرام فيه منافع ما أسويهم لأن مظارهم أكبر من منافعهم هذه قاعدة شرعية وعقلية أين المظاهرات اليوم كفكرة سنجد أن سيئاتها أكثر من حسناتها ممكن واحد يقول بس لها فوايد طبعنا منها بعض المرات أقول صح لكن أنظر إلى الأضرار رح تلقاها أكثر الأضرار أكثر فالمظاهرات عبارة عن طريقة هشة تعتمد على الفوضى وتعتمد على الضوضاء وتعتمد على الإصراخ للضغط على الجهة الأخرى ومثل ما ذكرت أن هذه الطريقة يسهل بشكل كبير جدا اختراقها ويسهل بشكل كبير جدا وضح متسوسين داخلها ويسهل بشكل كبير جدا تحريكها والتلاعب فيها سهل جدا وما تقدر تقول لا لأنك في النهاية كلكم ستقولون محسوبين على بعض لابد تطلع الجماعة كلهم مع بعض إذا خرب واحد منهم وهو متسوس ما لا شغل فيهم راح يعمع الكل لحد يقول لا هذه هي بديهيات فراح تقوم الدولة وتغطي عليكم تقول توكلوا على الله كلكم روحوا أو تبدأ بمعاقبة الكل أو تبدأ بمنع الكل وتصير عادل الفوضى بعدها ففي بعض الناس راح يقولون ما لا شغل فيبدي صير صراع بينه وبين الشرطة صير صراع بينه وبين الوزارة الداخلية هذاك اللي سوى مو إحنا فوزارة الداخلية ترد عليك وتقول لك صح هو اللي سوى بس بالنهاية هو ما سوى إلا بسبب مظاهراتكم هذه اتخذها ذريعة واتخذها وسيلة على الفساد اللي قاعد يصير وأنا ما راح نطل يطلع عشرة من هذا ويخربولي وغالبا راح تصير سكة بينه وبين بعض مثل ما شفنا وصير ضرب ويصير زعزعة وتصير مشاكل ما تنتهي منها وهذا جدامكم مثال سريع وواقعي على المظاهرات اللي صارت أيام كرامة وطع مثل ما يقولون تخيلوا أن هذه المظاهرات كان الراس العود الأكبر اللي حركها عبارة عن حساب وهمي تخيل أن الناس كانت تتبع حساب وهمي ما تدري منه صاحبة ما تدري منه يديران ما تدري منه هذا بوقتها شخص وهمي كان يحرك العالم بكلمة تخيلوا الناس تطلع مظاهرات وتخاطر بنفسها مع شخص ما تدري منه هو صاج شاذب نصاب عيار عليه سوال يا عمي روح عشان راويكم شون الموضوع هش ومن المفاسد الكبيرة كانت تصير أن المظاهرات خلط حريم وريايل مع بعض طالعين حريم وريايل مع بعض طالعين ركزوا عليها تدروا أن هذا الحساب الوهمي نفسه هذا الحساب الوهمي نفسه حط فكرة طلب فيها من الريايل والحريم ركزوا على الحريم ينامون بالشارع جدام العالم كله قال لهم يلا اليوم نبي سويقوا مظاهرات والنام بالشارع وسو هاشتاق قبل كرامة وطن مبيت أمام ما أدري شنو ونوم الحريم بالشارع أنتم متصورين أن حريم نومهم بالشارع يعني هذه مهزلة ما بعدها مهزلة مصخرة ما بعدها مصخرة ولذلك بعض النواب الإسلاميين صارت بينهم بين المعارضة خلافات كبيرة جدا مع أنهم مكارم معهم ومع شين ساعة وقالوا هذا شي عيب وميجوز وحرام وما أدري شنو وكأن مظاهرات النساء مع الرجال خلط بالشارع مع بعض حلال في الشارع الإسلامي عندهم لكن سبحان الله ما صار فيها نومة صار هذه الحرام يعني السدحة حرام المشي حلال بين الريايل والحريم طبعا هذا منطق أعوج لكن أنا بينكم بعض المفاسد أنتم متخيلين أن هذا الحساب الوهمي قدر يحرك الناس إلى مرحلة أنه خل الحريم ينامون بالشارع يعني هذه مازلة ما بعدها مازلة فحساب وهم يحرك العالم وينوهم بالشارع والناس سمعا وطاعة ولا يدرون من قاعد تبعون لأنه وقت الفتنة ما تدري من الراس يحرك ثانيا مكون المظاهرات أيضا ضعيف جدا فالمعارضة اليوم نفسها كمعارضة هي ضعيفة بين ونفسها هذا واقع ما أحد ينكره فالمعارضة اليوم بدأت بطريقة مثل ما ذكرت أنا في أول مقطع حركة البر كود بغض النظر صح ولا مصح ما هي من الحين أنا أتكلم عن حركة البر كود تعطي إشارة واضحة على أن المعارضة أصلا بينها وبين نفسها ما في أي فقة بينها وبين نفسها في عندها شكوك ممكن تلقى أربع خمسة مع بعض حيل ستة خمسة هنا مع بعض وذلك اليوم المعارضة شفنا مثلا مرة كتلة الثلاثين كتلة الستة ماي سبعة كل واحد كتلة بقية فجأة يتمعون مع بعض فجأة يتفرقون فجأة تزيد فجأة تنقص فيها إشكالية بعد تصويت الأول اللي صار صار تخوين كبير جدا بين المعارضة نفسها تتكلم بين الناس قاعد تخونهم فأولا خونوهم على موضوع الرئاسة بعدين خونوهم على موضوع حسن جوهر ما حتصوت له وتركوه وما حتصوت له فصار هذا في تبيان واضح على أنه أصلا يعني من داخل ضعاف جدا فمثلا اليوم واحد من رؤوس المعارضة المشهورية بالكويت اللي هو أحمد الخطيب وما حتص يقدر ينكر ويقوم بعد هذا تبع الحكومة صرح قبل شم يوم وقالها بصريحة عبارة أن المعارضة أنا قاعد أشوفها قاعد تركض ورا مصلحتها مو ورا مصلحة الشعب ولا ورا مصلحة يعني الدولة ولا غيرها بالعكس كل واحد قاعد لها مصلحة الشخصية هذا كلام واحد من رؤوس المعارضة أحمد الخطيب قبل فترة شفنا سكة صارت بين الكشتي وبين الداهوم هذا كان من المعارضة وهذا من المعارضة وسكت بينهم فلاحظ أنه الجذر ركيك جدا ولذلك مبارك لدويلة بنفسه وهو أحد كبار المعارضة قال هذا الكلام وقال عن المعارضة واضح فقدانها لقيادة حكيمة تعرف كيف تحقق أهدافها بعيدا عن المشاعر والعواطف والاعتماد على ضغط الشارع لأن مع الأسف اليوم صار مع المعارضة أنها تسير غالبا من ضغط الشارع وكما هو معلوم هناك من ينضب للمعارضة ليس من أجل المصلحة وليس من أجل القضاء على الفساد إنما المعارضة تعطيك شعبية كبيرة جدا فتضمن كرسيك لسنوات طويلة جدا لأنه لو صار ضد راي الشارع سلم على الكرسي مع السلامة هذا واقع لا نضحك على بعضنا فيه وقبل سنتين شعيب الموازني مثلا يقول للدلال واثناثوا بالمعارضة شعيب يقول للدلال أنت من ربع مرزوق والدلال يقول لحق شعيب أنت من جماعة لندن وكذلك أحمد الجبر من رؤوس المعارضة كلامه كان واضح وصريح في تغريتين مرة قال رسالتي للأخوة النواب طريق التأزيم ليس في صالح أحد ولن يحقق أي نجازات انتظرها الشعب منكم وعودة المهجرين والملفاثات العالقة تحتاج إلى حكمة وحس النية وتعاون بين السلطتين فالسياسة هي فن الممكن وعقد الصفقات المشروعة والدستورية ليست محرمة هذا إذا أردتم عودة المهجرين فعلا ثم قال أقترح على النواب هذه المبادرة للخروج للأزمة السياسية واحد الالتقاء برئيس الوزراء لتحديد موعد مع سموه الأمير لطلب العفو الخاص بحضور سموه اثنين سحب المزمع تقديمة أي الاستجوابات ثلاثة التعاون بين السلطتين على القوانين أربعة طي الصفحة الماضية ورسب هارضة طريق إذا تبول العفو صج وليس شعارات وهذا في مضمونه تشكيك ولذلك ظهرت أصوات من المعارضة نفسها بصريح العبارة قالت أن هناك ناس من المعارضة اليوم أصلا ما تبي المهجرين يرجعون مرة ثانية ما تبي هم نفس داخل المعارضة وهم يسويون تأزيم عشان ما يرجعون المهجرين فتخيل لما يصير التشكيك بينهم مو على أمور فرعية على أمور كبيرة مو على أمور فرعية ثم تقول لي هؤلاء يقودون شارع هم مقادرين ينسكون ويضطون نفسهم هذا واقع لا نتحدث عن نفسنا اتركوا العاطفة فكيف سيقودون شارع ما رح تقدر ثالثا المظاهرات مع الأسف تجمع الجميع الصالح والطالح الصالح والطالح موجودين مع بعض المحزن جدا لما نشوف البعض اليوم يصنف أن المظاهرات هي وسيلة من وسائل إنكار المنكر وطبعا قاعدة معروفة أن المنكر لا ينكر بمنكر ما في شيء يسمى أنا أزيل منكر وأضع مكانه منكر ثاني أنا بأزيل المنكر فكيف أزيل منكر بمنكر عموما تجد هذا اللي استخدم هذه القاعدة الشرعية وعنده نية صالحة حسنة فعلا يريد ذات المنكر تجد هذا الشخص نفسه ما عنده مشكلة يخرج معه أناس فاسدين معادين للدين ولا ينكر عليهم والوضع سليم معهم ويسلم عليه بل في بعضهم يمجد الحوثي من المعارضين اليوم يمجد الحوثي ويطلع معاه وكأن الموضوع جيد ولا في أي مشكلة وضع سليم أطلع معاه فأيضا الازدواجية في موضوع المظاهرات وفي موضوع انكار المنكر غريب جدا يعني اللي بينكر المنكر فعلا ينكر الكل ما يأخذ شيء ويترك شيء ثاني ولده في كلام يؤكد هذه المسألة قالها الدكتور عبدالله النفيسي في مقابلته في موضوع صندوق الأسود قالها بالحرف الواحد أننا في زماننا شخصنا موضوع المعارضة وشخصنا موضوع الاستجوابات وحتى كان نادم ويقول أنا متحسف وكننا شباب وكان بما كلامنا هذا طيش وما دي شنو على فكرة المعارضة في زمانه بالإجماع أقوى مليون مرة من المعارضة اليوم وتركنا أمور مهمة ومتحسف وليش سواها النقطة الأخيرة تخصر الوضع الصحي والوضع الصحي اليوم ما يسمح أنك تطلع اليوم وتسوي زحمة بين الناس والعجيب اليوم أن نفسهم مهمة نفسهم بالنواب مثلا كانوا يطالبون كثير منهم بالذات في المعارضة يطالبون بامتحانات أونلاين للطلبة بحجة وجود الأمراض اليوم وسلامة الطلبة تهمنا ونعرف اليوم أنه في المظاهرات هذه يطلع فيها الكل المظاهرات هذه يطلع فيها الكل كبير وصغير ولو افترثت أنه ما رح يطلع فيها للكبار مثلا فشونا نخاف العيالنا في الامتحانات وما نخاف عليهم من المظاهرات ما يصنع التناقض هذا ولا بتقول لي بعد بنسوي تباعد المظاهرات مثلا ولكن واحد من بيس كماما عدل ما دل شون خلاكوا الواقعيين شوي إذن باختصار ليست مشكلتي في موضوع الفساد نعم الفساد موجود وندر إنه موجود ونعترف فيه لكن مشكلتنا في كيفية مواجهة هذا الفساد لا يمكن أن يواجه الفساد بطريقة فاسدة الفساد يواجه بطريقة صالحة وليست فاسدة لأنني أنا اليوم لما أزيل الفساد بفساد بالعكس أنا اليوم عطيت أحلى تبرير للمفسدين لأنهم يكمنون على فسادهم وأحلى تبرير للمفسدين أنهم اليوم يمنعوني من منع هذا الفساد ولذلك كلمة الجبر وهي كلمة معروفة السياسة فن الممكن مو فن الصراخ وليس فن الهياط وليس فن فرد العضلات فن الممكن الكلام التخديري لما نقول طلعنا بالمظاهرات وشلنا ناصر المحمد ضحك على الذقون شلتوا ناصر المحمد ورجع لكم واحد نفسه بالضبط في هكام اليوم كان يقول لك والله بشيل واحد مو زين وبحط لك واحد مو زين وإن الانتصار ضحكوا على لسكم وإن الانتصار ما في أي انتصار لا تضحكوا عن الناس ما سويتوا شي يا يتي لما تشيل واحد وتحط نفسه أنت ما سويت شيء في النهاية وإن الانتصار فالأسف دائما يستخدمون نفس الجملة نحن طيحنا ناصر المحمد نسألوا بعد ما حدث طيح ناصر المحمد ورجع لك واحد نفسه وتهجروا ربعك كلهم تغريبا وليليوم يطالبون بالرجوع وليس يرجعون وقاطعت الانتخابات وقلت لازم نقاطع الانتخابات وقمت رجعت مرة ثانية فأين انتصار في الموضوع الواقع يشهد أن كلها تراجعات من جهتك أنت مو من جهة الدولة مو من جهة الحكومة أنت اللي قلت قاطع ورجعت مرة ثانية أنت اللي قلت خنهاجر والحنت يطالب برجوع مرة ثانية أنت اللي قلت شلنا واحد ونحط واحد نفسه مكالة مرة ثانية فأين انتصار؟ إذن يجب علينا اليوم نترك العاطفة يجب ترك العاطفة والنظر للمسائل بصورة أوسع وأشمل هذا باعتراف البرونزي أعطاك أربع مثلة للمظاهرات على كلامه وحدة نجحت وثلاثة فشلوا سوريا وليبيا ومصر باعترافة كل مفشلوا ثلاثة يقول بس وحدة نجحت فيذلك عشان الوحدة هذه نبي يسوي مظاهرات اليوم وهذا يعني يضحك على الناس هذا حالة حالة اللي يقول والله أنا دخنت وما صافره سرطان أنا دخنت وما مرضت فيترك الثابت ويترك الأغلب وياخذ الحالة الفردية اللي صارت فهو الآن يبني على الشذوذ يبني على الشاذ ومعروف من البدهيات المنطقية أن الشاذ لا يقاس عليه فسبحان الله كيف يعني يردع نفسه فهنا اليوم ما نبي مهجرين جدد ما نبي مشاكل جديدة ما نبي تعطيل جديد عندك قانون اشتغل عليه حارب الفساد بالطريقة الصحيحة لا تعطي للمفسد أي حجة أن يمسكها عليك وثم يستمر بفساده لأن يمسك عليك أخطاء أنت وقعت فيها أخطاء بالوسائل لمحاربة هذا الفساد نعم قد تكون أغلب نيات المعارضين جيدة وصالحة لكن النية ما تكفي النية الصالحة محتاجة أن تقترن بعمل صالح النية صالحة مع عمل فاسد ما ينفع نهائيا لازم نية صالحة وعمل صالح ترجمة نانسي قنقر